بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ماكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله رح نعرض لكم بعض العينات اللي درستها في السابق في مختبري طبعا هذه أحد العينات اللي درستها في السابق كانت عينا عبارة عن طحالب الثوانية والطحالب متوسطة الحجم طبعا هذا النوع من أنواع الفصيلة تعيش في البرك المائية والبحيرات والبحار لكنها تنتشر بسبب الرياح أو بسبب المياه التي تنتقل من مكان إلى مكان آخر طبعا هذه الفصيلة ليست خطيرة يعني ممكن تشوف معها طفيليات وبكتيريا وفطريات وأنواع الميكروبات الموجودة فيها يعني عينة موسعة جدا وكبيرة طبعا لمحبين يعني يعني طحالب البحر أو طحالب البرك المائية أو طحالب المستنقعات ممكن يتفيد من هذا الموضوع ويدرسها بشكل موسع لأن العينة صراحة يعني تحتاج إلى تركيز كبير جدا وتحتاج إلى أمان شخصيا يعني لأنها يعني ممكن تصيب يعني تصيبك بأمراض معينة لأنه في فصائل معها تعيش خطيرة جدا مثل ما تلاحظون هذه العينة إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالق بن سعد الحليبي وممكن تستفيدون بالبحث يعني ممكن توسعونه تدرسون فصائل أخرى إذا كانت موجودة في برك مائية بجانب يعني موقعكم ممكن تأخذ عينات وتدرسها تحت المجهل يعني عشان تتعرف على الفصائل الموجودة ويتم يعني تصنيفها وتشخيصها ومعرفة يعني تفاصيل العينة ونوع العينة بالتحديد ويعني ممكن تصادف لا يقل عن 20 ميكروب 30 نوع من أنواع الطفاليات يعني راح تشوف العجائب في هذا النوع من أنواع العينات أهم شيء يكون التركيز على نوع العينة ومقدار العينة وعدد البحوث في هذا الجانب وأتمنى أن يكون مستفدتم من هذا الدرس كان معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس آخر